في سوريا فادت مصادر متطابقة بسيطرة قوات المعارضة السورية التي تضم القوات الكردية وثوار الرقة على اللواء 93 جنوبة الأبيض شمال شرق سوريا بعد اشتباكات مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية نجات أخرى هاجمت قوات النظام حاجزا للقوات الكردية شرقية مدينة قامشلي في محافظة الحسكة قد دخلت تعزيزات كبيرة من القوات الكردية المدينة التي تشهد حالة من الاستنفار أما في حلب فقد تواصل سقوط البراميل المتفجرة التي تلقيها طائرات النظام السوري مخلفة ضحايا ودمارا كبيرا